قبل صالح العرور الذي اختلته اسرائيل في عرين الضاحية الجنوبية لبيروت رضي موسوي قائد كبير في الحرس الثوري الايراني لقي المصير نفسه بصواريخ اسرائيلية في مدينة السيدة زينب في دمشق قبل بضعة ايام موسوي كان منصقا لوجستيا بين ايران وسوريا ولبنان كما عمل مسؤولا عن نقل الرواتب لحزب الله وهو القائد الاعلى رتبة في فيلق القدس الذي يقتل خارج ايران منذ اغتيال القائد السابق للفيلق قاسم سليماني وكان رفيق دربه لن نسكت ابدا وانتقامنا ليكون الا عبر ازالة النظام الصهيوني من الوجود هذا ما قيل وتردد على السنة ممثلي خط الممانعة ليس فقط بعد اغتيال موسوي ولكن مع كل استهداف لقادة هذا المحور فمنذ السابع من تشرين الاول الفائت واسرائيل تضع امامها بنك اهداف لقيادات تنوي التخلص منها في غزة اختالت العديد من كبار المتمركزين في القطاع اهمهم عضو المكتب السياسي في حماس وزير الاقتصاد في الحركة جواد ابو شمالة وزكريا ابو معمار رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة حماس والمعروف بعلاقته القريبة من يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة هذه الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مخيم لبريج وسط مدينة غزة اختيل خلالها قائد امني واستخباري في حماس ايمن نوفل وهو قائد لواء المحافظة الوسطى في كتائب القسام بغارات جوية قتل ايضا قائد التشكيل الجوي مراد ابو مراد وقائد سرية من قوة النخبة التابعة لحماس علي القاضي بقصف طائرات مقاتلة قتل قائد كتيبة بيت لهيا في لواء الشمال التابعة لحماس نسيم ابو عجيني وفي صفوف الامن القومي للحركة وهي منظمة عادل الشرطة اختيل رئيس المنطقة الجنوبية معتاز عيد وممن نفذوا تواغلا في غلاف غزة بلال القدرة قائد وحدة النخبة في كتيبة جنوب خان يونس وهو اسم اضيف الى لائحة القيادات التي استهدفتها اسرائيل ايضا السيدات في قيادة حماس غير معفيات من الاستهداف فامتدت ايدي اسرائيل الى قتل اول امرأة منتخبة لحكومة حماس جميل الشنطي كذلك لم ينجو قائد كتائب القسام في لبنان خليل اخراز واربع من مرافقيه في قصف استهدف سيارتهم في صور والقصف على جنوب لبنان شكل ضربة قاسية على منزل كان يؤوي عناصر من حزب الله ومن بينهم قائد في فرقة الردوان اما بعد العروري فاستفقت بغداد على قصف استهدف مقر اللواء الثاني عشر للحشد الشعبي مؤديا الى قتل ابو طقي قياده في حركة النجباء وقبل هذا الاختيال بساعات وبعد وقت قصير من هذا الخطاب حسين يسبك مسؤول في حزب الله في النقورة اختيل بغارة اسرائيلية ايضا